الانتقال يصرح بالمواجهة العسكرية مع المجلس الرئاسي ماذا يحدث في عدن؟ تفاصيل عجلة للمزيد من الاخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة صرح المجلس الانتقالي الجنوبي لأول مرة بخيار المواجهة العسكرية مع القوات التابعة لمجلس القيادة الرئاسية في سياق تهديد جديد ضمن حملة الاستفزازات المتواصلة من قيادات وسياسي الانتقالي للمجلس الرئاسي والتحريض ضده وقال عضو جمعية الانتقال والضحب العطية في تغريدة على تويتر ليل الاربعاء يبدو ان العليم وفريقه بدأ حربا خبيثة بعيدا عن التوافق الذي خرجنا به في مشاورات الرياضة وباسلوب قذر يريد دفع الانتقال للمواجهة لاظهارنا كمعرقلين مضيفا بخطاب عنصري مناطقية بات سمة لصيقة بالمجلس الانتقالي وقياداته يجب ان يعلم العليم التعزي ان ما لم نقبل تمريره لهادي وهو جنوبي لن نسمح بتمريره للعليم وغيره من قوى الشمال ونحن اليوم اقوى واشد على حد تعبيره وعمد المجلس الانتقالي الجنوبي الى شن حملة اساءات وتشهير لرئيس مجلس القيادة الرئاسية على لسان قيادات بارزة في جمعيته العمومية تواصل بشكل مكثف استفزاز مجلس القيادة الرئاسية بوصفها فاقدة للقرار والصلاحيات واتهامها بالتأمر على الجنوب وسيادته واستقلاله على حد زعمها يشار الى ان المجلس الانتقالي التابع للامارات يصر على فرض ميليشياته المتعددة ما يسميه سيادة دولة وشعب الجنوب رافض اي مساس بهما معتبرا دخوله في شراكة مع القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسية مهمة ينفذها في سياق مواجهة الحسيين والمد الايراني وتهديداته لامن المنطقة على حد تعبير عيد روسي الزبيبي اشتركوا في القناة